التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظة البنك المركزي حسن عبدالله لمتابعة عدد من الملفات في إطار تنصيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة الاجتماع شهد التأكيد على استمرار تنصيق فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذلك مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي كما شهد الاجتماع أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي